محلية مع ماجدة الهشمي مساوك سعيد ماجدة مساوك أسعد محمد مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المحلي أعلن الأساتذة المتعاقدون بولاية تيسم سيلت انضمامهم لمسيرة الكرامة المتجهة نحو العاصمة والرفضة للشروطية تعجزية المعلنة في مسابقة الأساتذة دون اعتبار للتهديدات التي نوهت بها مديريات التربية بشأن فصلهم في حال أوقفوا العمل محمد غوليش وعلى غرار ولاية الوطن تجمع الأساتذة المتعاقدين بولاية الوادي أمام مقر مديرية التربية في وقفة احتجاجية تنديدا بعدم إدماجهم في جميع الأطوار دون قيد أو شرط كما طلبوا بضرورة تقنين فترة تزديد الرواتب نظرا لبقائها معطلة منذ الدخول المدرسي عبدالعلي رحومة اليوم وقفنا وقفة كرامة هي ليست احتجاج لكن وقفة كرامة تضامنا مع المسيرة الكرامة التي بدأت من بجاية وتوقفت في الجزائر مطالبين بحق شرعي هو حق كل أستاذ متعاقد في ربوع الوطن هو إدماج دون قيد أو شرط هذا كمطلب وطني لكن كمطلب أولئي مهلي هو مختص يعني يختص بولاية الوات نحن كأساذ متعاقدين رانا بالدرجة نخدمه بلا أوراق رانا فراد منذ دخولنا في سبتمبر ومستحقاتنا المالية لم تدخل ولم تسوى وضعيتنا المالية حيث نضطر إلى أعمال أخرى لتوفير لقمة العيش نخدمه بفواة البطاطا لنوفر لقمة العيش لأولادنا ولأهل صحيا تعاني شب شروق المنحدرة من ولاية برج بوري ريج من مشكل بات يؤرق حياتها بعد استئصال تحالها بالخطأ والد شروق اليوم يطالب سلطات التدخل العجل لردي الاعتبار لابنتي حسن دين بن عثمان من التسعة للخمسة نحاول تحال شبوري في قرعة عماء يفري قرعة عماء قلوا يدلوا تحاليل دلتوا تحاليل قادر نتبع فيه بعد ما دلتوا تحاليل غير رجل هاي هنا هاي سليم هو تساؤل يطرحه عبد الحكيم بعد أن خضعت ابنته لعملية جراحية استؤصل فيها طحالها والذي تبين فيما بعد أنه سليم معافة وسبب ذلك لها مشاكل صحية ونفسية أخرى لاحقا رحي ضحية الغلطة كي من هذيك كنت بتحال قادراني شخل من كي ما عاني ذاك العاملية كنت مليحة في سبار كنت لما ينديسات بعد رحل سبار ما نقضيش نلعب سبار إنسان كاعدوا رعيف يديروا الأكثر كنت جات عنه واحد أخر ميكواتش الخبرات وقد عامي في سمانات جاوبوه ولا طبيب يحبسوها ولا هنا يتخدم نورمال عادي قرحية عادي تخدم كأنه ميش نورمال ولأن رد الطحال أمر مستحيل فإن والد شروق يرى أن رد الاعتبار ومعاقبة المخطئ أمر لا بد منه قدم النداء ينتعي إلى رئيس مجلسة الطب الوطني ليشوف في الوضعية تعبنتي هذه وعامين ونحن نستنعه في الخبرة هذه لتبقى الأخطاء الطبية عديدة ومتعددة فمن المسؤول ومن المحاسب على مثل هذه التصرفات يعاني سكان المقاطعة الإدارية لعين صالح من الانتشار الرهيب لحشرة النموس التي باتت تهدد صحة السكان ومع اقتراب فصل الصيف الذي تنتشر فيه الأمراض الماضية على غراري لاشامون نيوز والمالاريا المزيد مع عبدالرزاق حج النموس اللي را يدره هنايا وبالعامية البعوض الناس ما رايش تريد وقادر هاد البعوض يصيب يروح تيوي يصيب المالاريا للشخص نتمنى من السلطات المحلية تعالج هاد الموضوع في أقرب وقت عدنا دراني ما رايش تريد خلاص احنا كبلدية وكمجلس بلدي البلدية عين صالح قمنا بإجراءات من أجل جراء الدواء لمكافحة هذه النموس وفي الحقيقة كان إجراءات أخرى وهي إجراءات تقليدية اللي يصهر عليها البلدية وهي حماية الأحوال اللي تقوم فيها النموس بزرع أو بكفح بعض المواد الكيميائية اللي ممكن تكافح هذا البعوض أو بيض البعوض في مناظر جد رائعة وخلا بالن يجدها الزائر في مناطق أخرى فقط بأعالي قلعة سانتا كروز بولاية وهران الوجهة الوحيدة لإلقاء نظرة شاملة على مدينة وهران التقرير لكمال بوعز عبيد وحميد عودي في قمة جبل المرجاجو تظهر قلعة سانتا كروز شامخة تحكي تاريخ مدينة وهران وتقلب دفاتره للسائرين لترسم من أعالها نظرة شاملة وصورة لمدينة وهران لا ترتسم ولا تلتقط إلا من قمة جبل المرجاجو هنا منظر خلاب جدا نحن جئنا هنا منظر خلاب طرنا هنا ودرنا كشي هنا إن شاء الله نعود نقوله هنا إن شاء الله نحن تلميذ جئنا من ثانوية البشير الإبراهيمي بلدية توقورت ويلية ورقلا نظمتنا ثانوية رحلة المتفوقين القمة الجبلية منارة قادرة على انتهى السياحة إيكولوجيا بوسعها تغيير وجه المنطقة لتضرب بذلك موعداً مع تاريخ وسحر الطبيعة وعدنا تحت سانتا كروس وهذه المنطقة المعروفة معروفة على مستوى العالم يمشي مستوى الوطني وهي رمز الوهران ورمز للجمال الوهران وهو منظر خلاب ما شاء الله ما دمنا الزوار يأتي من كل البلاد باش يشوفوا هذا المنظر ويتمتعوف في النظر بس كهو حاجة شابة بزاف المناظر الخلابة والإطلال الساحلي الفريدة لمدينة وهران وخالجها إضافات للمنطقة جعلها تصنف ضمن أجمل المناطق الأثرية والسياحية العالمية ختم المواعد المحلي شكراً لكم عودة إليك محمد